هناك اعتقاد عند بعض الناس في بلدنا أن أي حيوان أسود كالكلب الأسود والقط الأسود والدجاجة السوداء أن هذا فيه نوع من الجن أو الشياطين ولا يجوز قتله أو إبعاده عن المنزل أفيدون أفادكم الله هذا غير صحيح ولو كان السواد له أثر لكان ابن آدم الأسود ولكن السواد الوارد في ذلك هو سواد الكلب الأسود البهيم الذي لا بقعة بيضة فيه أما ما عداه من الحيوانات المباحة وغير المباحة فلن يؤيد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرمه والله أعلم